شقة القمامة هي قصة ضمن رواية داخل العملة وهي قصة حقيقية لثلاث أخوات عانين من طفولة عنيفة مما ترك لدى كل واحدة منهم آتارا نفسية صعبة تتمثل في هوس النظافة المفرطة في الحقيقة فقد كنا تمانية أخوات ولم يتبق على قيد الحياة سوى صفية وهي الأخت الأكبر وغلبان ونيرمان كونها الأخت الأكبر فقد كان يقع على عاتقها الاعتناء بأخواتها بسبب إهمال الأم لهن في كل مرة كانت تنجب فيها فتاة كانت ترفض أن تحتني بها أو تطعمها حتى لقد عاشت صفية طفولة صعبة فقد كانت مكروهة دائما من طرف والدتها لأنها فتاة فلتالما أرادت إنجاب الصبي وأيضا الأب الذي كان وجوده متعدمه فلم يكن يهتم بما يحدث مع بناته ولم يقم بحمايتهن من العنف النفسي والجسدي الذي كانت تمارسه الأم عليهم فقد كانت الأم تقوم بضربهن دائما بعصى خشبية أو عصى المكنسة أو أي شيء تجده أمامها كان لقبها هو دود المجنونة لقبت بهذا الاسم من طرف والدتها وقد وصفت من قبل أختها نيريمان بأنها كانت فائقة الجمال حتى أن جمالها كان حديث الحي الذي يقضونون فيه ولدت في بيت كل شيء فيه دنب مجرد حركة صغيرة تعاقب عليها وكبرت دون أن تعرف معنى اللعب مثل بقية الأطفال الطبيعيين فقد كانت الأم قاسية وصارمة كان والدها متزوجا من قبل ولديه طفل لكنه فقدهما في حادث سير وبعدها تزوج مرة أخرى بوالدتها لكنه لم يكن يحبها مثل زوجته الأولى وكانت والدة صفية تدخل في حالة اكتئاب كلما رزقت بفتاة وكانت تظن أنه في حالة إنجابها لصبي سوف يتغير تعامل زوجها معها ويهتم بها لذلك كانت تعامل بناتها بقسوة وكر وكانت تفرع غضبها عليهم عند بلوغ صفية لأول مرة كانت في الحادية عشر من عمرها وذهبت وهي خائفة إلى والدتها التي كانت في المطبخ تقوم بطبخ الفصولياء وأخبرتها بالأمر وهي تحن رأسها ولكن والدتها نظرت إليها بإشمئزاز وهي تصرخ عليها لكي تخرج من المطبخ ونادتها بالمتسخة في تلك اللحظة شعرت صفية بالإشمئزاز من نفسها ولذلك أصبحت مهووسة بغصل الفصولياء حبة حبة لأنها تعتقد أنه بغصلها الفصولياء فهي تقوم بغصل روحها التي تلتخت بقسوة وإهانة والدتها لها ومن هنا بدأ هوس النظافة لديها فجميع الأطباق يجب أن تغصل ثلاث مرات بالصابون وتنظف بالماء ثلاث مرات ثم توضع في عصلة الأطباق ولكن قبل ذلك يجب عسل يدين ثلاث مرات بالماء والصابون كذلك كذلك الملابس أولا تفرق ثلاث مرات بالمنظفة ثم توضع في ماء نظيف بعدها توصل كل قطعة من التياب لوحدها بالصابون ثلاث مرات ثم تنظف بالماء ثلاث مرات بعدها توضع في آلة الغسيل ويتم تغيير الماء ويتم عسل كل قطعة من الملابس لوحدها وبنفس الطريقة في كل مرة يجب تغيير الماء وفي كل مرة تغصل قطعة ملابس يجب عسل يدين بالمنظف تمانية مرات ثم تعود إلى عسل قطعة ملابس أخرى وكان عسل التياب يأخذ ساعات طويلة ولذلك لم تكن الفتيات تغير ملابسهن بسهولة ويكون لونها دائما أقرب إلى اللون الأسود كما أن قلبان الأخت الأسطى تعاني من مشكلة التبول أثناء النوم وكان يتم تغيير آطية السرير يوميا وبدل من عسلها أو رمها يتم وضعها في أكياس من القمامة ثم وضعها في إحدى الغرف الفارغة في الشقة التي بجانبهم والتي هي أيضا كانت ملكا لهم بالنسبة لصفية وأخواتها فأي شخص يدخل إلى المنزل يعتبر متسخ وإذا لمس أي شيء من أغراضهن فيعتبر ذلك الغرض متسخا كذلك مثلا في الصالة يأتي الضيوف ويخرجون وذلك المكان أصبح متسخا في نظرهن يمكن لأي أحد يجلوس فيه ولمسوا أي شيء لكن بعدها لا يمكنه الدخول إلى القسم النظيف من البيت وهو المطبخ عند خروجك من الصالة ولأجل الدخول إليه يجب عليك ارتداء بدلة وقفازات بيضاء وكأنك سوف تدخل إلى عملية جراحية وإلا فإن ذلك المكان سيتسخ أيضا في نظرهن كما أنه ممنوع من الدخول إلى الحمام بكل مرة ترغب بذلك لأنه في رأي صفية فالحمام متسخ كثيرا وكل من يدخل إليه سوف يتسخ كذلك لذلك عند الدخول إليه يجب غسل اليدين عشر مرات حينها فقط يمكنك الخروج منه كما أن تنظيف المنزل يستغرق أشهر عديدة مثلا تنظيف الصارات قد يستغرق شهر سوف يتم مسح كل طرف من الصارة الكبيرة عدة مرات في كل مرة يتم تغيير الماء والقماش الذي تم استعمائه للتنظيف وغسل اليدين بعد تغيير الماء والقماش وأيضا الاستحمام كذلك كان يأخذ منها ساعات طويلة وحتى عند الوضوء كانت تعيده أكثر من مرة فمثلا عندما تبدأ بالوضوء ويخطر على بالها شيء سيء يجب أن تعيده لأنه في نظرها إذا لم تقم بأعادة الوضوء سوف يتحقق الشيء الذي كانت تفكر به عانت صفية من تفولة صعبة وكانت تتمنى دائما لو أنها ولدت كصبي وربما حينها سوف تحبها والدتها وأيضا والدها بدوره سوف يتم بوالدتها لكنها كانت مخطئة فوالدها لم يكن يحب أي امرأة أخرى غير زوجته الأولى درست صفية حتى المرحلة التانوية وكانت طالبة جيدة لكنها انفصلت عن الدراسة لأنه كان هناك شاب معجب بها يدعى محمد وكان يسكن بجوار منزليهم وكان يذهب عن معا إلى المدرسة وعندما علمت والدتها بذلك قامت بتحذيرها من التكلم معه كما قامت بنعتها بألقاب وشتمها وبعد ذلك اليوم طلبت صفية من محمد عدم الاقتراب منها ولكن في يوم عيد ميلادها كان قد أحضر هدية لها وبينما كان متجها إليها لكي يقدم الهدية سمعت صفية صوت والدتها من بعيد ومن شدة خوفها طلبت من محمد أن يذهب بعيدا وآخر ما سامعته صفية كان صوت الفرامل ومحمد مستلقي تحت الحافلة مغط بالدماء وقد فارق الحياة وهو في السابع عشر من عمره فقط قامت والدة صفية بسحبها من دراعها من مكان الحادثة وجرها إلى المنزل وبدأت بضربها وهي تصرخ لكن هذه المرة صفية لم تكن تتألم من الضرب مثل باقي المرات بل شعرت بالسعادة وكأن مع كل ضربة من والدتها كانت تخرج كل تلك السموم التي بداخلها وتختفي لقد كانت تلك أول مرة تتلقى فيها هذه الكمية من الضربات وكادت عضامها أن تقصر وعندما كانت والدتها على وشك التوقف سرخت بها صفية خائلة أنها من قتلت محمد ويا ليتها توفيت بدلا منه الأمر الذي زاد من غضب والدتها وبدأت بضربها بعصى خشبية لكنها وقعت أرضا لتصاب بنوبة قلبية ورغم كل الضرب الذي تلقته والألم نهضت صفية من مكانها لتتصل بالإسعاف وبعدها قامت الشرطة باستجوابها بعد رؤيتهم لحالتها وكل تلك الكدمات التي على جسمها ودراعها التي كسرت مرتين ولكن صفية كذبت عليهم قائلة أنها وقعت من الدرج بعد تلقيها خبر وفاة صديق لها وأنه عندما رأتها والدتها في تلك الحالة أغمي عليها على الرغم من رؤيته لحالتها إلا أن والدها لم يتعب نفسه بالسؤال حتى عما حدث وهو لم يكن يتم بما يحدث في المنزل رغم معرفته بمعاناة بناته لكنه لم يقم بحمايتهن أبدا قام فقط بدفع فاتورة مستشفى دون طرح أي سؤال أو إظهار أي اهتمام أو مشاعر أو فضول حتى بعد موت محمد وحادثة والدتها لم تعد صفية إلى الدراسة وتركت المدرسة نهائيا كما كانت حالة والدتها الصحية سيئة جدا وكانت هي من تعتني بها وفي أحد الأيام توفيت في غرفتها ولم يكن هناك أحد في المنزل سوى هي وصفية كما أجبرت على البقاء في تلك الغرفة التي توفيت فيها والدتها بعد أن رفض والدها البقاء فيها حتى عندما كانت تحتضر وبدلا من طلب السماع كانت كلماتها الأخيرة لصفية بأنها السبب في موتها وأنها لن تتركها وشأنها أبدا وأن يدها سيكون عني كالطوق حول رقبتها من الطرف الآخر من هذا العالم بطلب من نيرمان وهي الأخت الصغرى بدأت الطبيبة التي كانت تخضع للعلاج عندها في العيادة تقوم بزيارتهن في البيت وبالفعل بعد مرور سنوات استطاعت صفية التخلص من هوس النظافة وأيضا التسامح مع نفسها وفي الساعة الواحدة عند منتصف الليل بعد سنة واحدة من وفاة والدهن توقفت شاحنتان أمام مبنى قديم من الصباح حتى المساء ظلت الشاحنات تدخل إلى الحي وتذهب إلى مكب النفايات وفي ذلك اليوم انتشرت رائحة كريهة جدا في الحي وكان الناس يظنون أن مصدر الرائحة من مكب النفايات وأن الرائحة تزداد بسبب اتجاه الرياح لكن بعد فترة اختفت الرائحة للأبد ولم يمضي وقت طويل حتى تم تسليم الشقة لمقاول وتم هدمها وبناء ميت من مكانها والفتيات قمنا بشراء شقة جديدة في نفس الحي وانتقلنا إليها ولم تأخذنا أي شيء من الأغراض القديمة وتم التبرع بها إلى دار الأيتام والآن صفية عملك متطوعة في دار الأيتام لمدة أربعة إلى خمس ساعات في اليوم وفي المساء تقوم بحياكة السزرات لجان ابن أختها نيريمان وأطفال الميتم كذلك تم هدم شقة القمامة وتم بناء مبنى ضخم مكانها والآن داخل ذلك المبنى يعيش الكثير من الأطفال اليتامة وفي بعض الأحيان تمر الطبيبة من هناك مع صوت الأطفال الذي يشبه صوت العصافير ويختلط بهواء أنقرة والحياة تستمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر